اليوم رح نحضر معكم وصفة بعد تؤيد الجميع بيحبها الجمن بالصمون على السخارة مع كوكتيل حليب ويلا نبدأ كبداية في عنا 500 جرام جبنة غير مسنرة فريش رح نبدأ بتقطيع على شكل شرائح مثل مظاهرة أمامكم الآن في عنا على جنب صمون مفتوح من ناحية البطن بالسكين رح نبدأ بحشو بشرائح الجبن ورح نضيف عليه زيت الزيتون طبعا بشكل بسيط وطفيف ولنتفادي الاحتراق والالتصاق رح نبدأ بمسح سطح الصمنة بزيت الزيتون إضافة لسفل السخانة حتى متما تحدثنا ما يكون فيه التصاق لارتفاع درجة حرارة ورح نأطبخ السخانة عليهم نبدأ بتحضير الصمون الثاني ونضيف عليه شرائح الجبن وطبعا متما تحدثنا الجبن غير مسنر أو غير مغلي معرض للحرارة رح نستخدمه بهذه الوصفة كما جرت العادة وكل ياتنا متذكر أصحاب محلات الفيتامينات في سوريا بشكل عام كانوا يبيعوا هذه الوصفة ومقرونة أو مصحوبة لكوكتيل الحليب أو حتى الفواكه رح الآن نحضرها معكم إن شاء الله أحياءً للأيام الخوالي ولا شك هاي الوصفة مستهدف فينا المغتربين على وجه الخصوص كوننا بالمغترب لا توجد يعني هاي المحلات أو قل أو نذر أن تتواجد هاي الوصفة الآن رح نقشر التفاحة بعد ما أشرناها رح نوضع داخل خلاط الكوكتيل على هذا النحو الشكل اللي شايفنا حضرتكم ورح نضيف الموز على بالنسبة لكمية الموز والتفاح اختيارية على حسب الذوق والرغبة وعلى حسب كثافة الخليط أو المزيج بشكل عام بشكل نهائي لان رح نوضع ثلاث ملاعق سكر نضيفهم فوق الموز والتفاح تمام ورح نضيف حليب مثلج مبوز حتى نتفادى حرارة الخلاط وما يسود معنا الخليط أو المزيج على هذا النحو الشكل وللتنويه بالنسبة للحليب بعيد بأكد لازم يكون مثلج موضوع بالفريزر لمدة أقلها نصف ساعة حتى يكون في توازن بين حرارة الخلاط كون التفاح والموز بيسودوا على ارتفاع درجة الحرارة والخلاط أثناء تشغيله بيعطي حرارة فنحن حتى نعمل توازن بهذا الموضوع ثلاج الحليب وبتقدر بنفس الوقت إذا كان الحليب قوامه أو دسمه عالي وبروتينه جيد توضعه مكعبات البوض تمام حتى توازنه بالموضوع ومتل ما يكن شايفين سحبنا الصمون المحشو بالجمن من داخل السخانة لآن رح نضيف القشطة الفريش على سطح الكوكتيل وإذا ملاحظين لون الكوكتيل ما يضير حافظ على بيضه رح نضيف حبة فراولة على السطح مع رشة فستو حلبي مبشور إضافة للعسل طبعا الأمور على حسب الشيء المتوفر وكنهاية بنكون فرع رح معكم من تحضير وصفة الصمون المحشو بالجمن الفريش إضافة للكوكتيل بحليب المزين بالقشطة الفريش والفراولة والفستو الحلبي والعسل وصفة لها بالأذهان ذكريات جميلة لا يمكن أن تمحى أو تنسى على الإطلاق ونهاية بحب أتشكر من أعماق قلبي كل متابع وكل مشاهد عاب يدعمنا ويتفاعل معنا أنا الشريف محمود درويش وحييكم من ربط مع خرافي وإلى وصفة مقبلة